اخطمت أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دوراتها 30 والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مكبولي ونظيره الأردني بشري الخاصونة أسفرت الاجتماعات عن توقيع عدد من مذكرة التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول التعاون في عدة مجالات مختلفة بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الجانبين تضمنت الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجستية والثانية في مجال الحجر الزراعي بالإضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العلي كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام 2022 إلى 2024 كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي وقعه عن الجانب المصري رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر وعن الجانب الأردنية الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء